السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل صحيح ان فيه وباء منتشر في اسوان وايه حكاية تلوث مياه النيل هناك هل هي اشعاعات اخوانجية مثلا كعادة هؤلاء الاخوانجية في حربهم ضد الدولة المصرية وايه سبب ربط الموضوع ده بالسودان التفاصيل الكاملة والحقائق لهذا الموضوع هتكون معانا في حلقتنا ان شاء الله فيلا نبدأ بسم الله موسيقى فجأة كده استيقظ الناس على موضوع مخيف جدا وهو ان وباء الكوليرا اصبح دلوقت منتشر بكثرة في اسوان الدنيا مقلوبة على صفحات التواصل الاجتماعي بقالها كم يوم مفيش وراهم غير الحديث عن وباء منتشر في محافظة اسوان وطبعا كالعادة الذباب الالكتروني للجماعة اياها هايص في الزفة ووصل الامر لحد اثارة الاشعاعات حوالين انتشار وباء الكوليرا في المحافظة واللي زود الطين بله بعض وسائل الاعلام الاجنبية اللي موقفها من مصر مش قد كده كل شوية تعمل متابعة للحكاية دي وتقول وباء غامض في مصر ويمكن اكيد كلنا شفنا الحكاية دي وعلشان حضرتك تفهم خلفية الموضوع بشكل كويس فيه محورين لفندية الاخوانجية دول شغلين عليهم والمحورين بيتعلقوا بدولة السودان المحور الاول ان اغلب الناس اللي عاملة دوشة على الموضوع ده ليهم موقف من اخواننا السودانيين او من الضيوف العرب اللي موجودين في مصر بصفة عامة ومن اخواننا السودانيين على وجه الخصوص وبيدوروا بقى على اي مصيبة يلزقوهم فيها علشان يسيبوا البلد ويرجعوا للسودان تاني وطبعا الحكاية دي جت لهم كده على الطبطاب بعد ما اعلنت انظمة الصحة العالمية اتبع للامم المتحدة من كام يوم ان فيه بعض المناطق في السودان انتشر فيها وباء الكوليرا فعلا وظهرت هناك حالات كتيرة جدا بلغت حوالي 350 حالة لغاية دلوقتي وان العدد ده مرشح للزيادة هناك في ظل حالة الفوضى المنتشرة في البلاد بسبب الحرب الاهلية المشتعلة هناك واللي مفيش حد عارف هتنتهي امتى طبعا يا اخوانا الاجواء دي مناسبة جدا لانتشار الاوبئة والامراض الفتاكة في ظل غياب تام لكل وسائل الرعاية الطبية والصحية وعدم وجود اي وسائل للوقاية من الامراض لان بكل بساطة مفيش مستشفيات ولو فيه مستشفيات فمفيش اطباء وكمان مفيش ادوية ومفيش حد يقدر يتعالج في اي مكان موضوع العلاق في ظل حالة الفوضى اللي في السودان اصبح من الرفاهيات متخيل في ظل طبعا اعلان الامم المتحدة كمان من كم يوم عن انتشار المجاعة في السودان والبيانات الاممية اللي بتقول ان بعض المناطق اصبح الاطفال فيها عبارة عن جلد على عضم بسبب سوء التغذية وكنا عملنا حلقة اول امبارح في الموضوع ده والله يا جماعة شفت في فيديو يقطع القلب عن الوضع ده في السودان اطفال شافوا شواء الامح اتخرم كانت احدى الجهات بعتاه ضمن مساعدات ضئيلة جدا بتوصل لهناك واللي لا تمثل وفقا الارقام الرسمية 10% من احتياجات الاهالي الاطفال يعاني من جوعهم مش قادرين حتى يصبروا لغاية ما حد يعمل لهم من الحبوب دي اي حاجة يكلوها فبدأوا يلقطوا الحبوب اللي وقعة على الارض من شدة الجوع ويكلوا فيها الطبيعي في الحالة اللي زي دي ان الدنيا تكون ضلمة هناك والطبيعي انتشار الاوبئة والامراض المعدية والفتاكة وده اللي بالفعل مصر كانت عامل حسابه من البداية يعني الامور مش سايبة كده لدرجة ان يبقى من السهل انتقال وباء من السودان لمصر بكل سهولة كده بالفعل وزارة الصحة المصرية كانت مستعدة لاحتمال وجود اي حالة مرضية من النازحين السودانيين وبالتالي الجميع بيخضع لاجراءات طبية مكثفة والحمد لله لغاية دلوقتي ما ظهرش ولا حالة واحدة بس مصابة بأي مرض بين اخواننا السودانيين اللي بيمروا عبر المعابر الجنوبية المصر واللي بتخضع بدورها لرقابة ادارية وصحية مكثفة مش بس علشان الاوبئة ده كمان علشان الوضع حساس ومش سهل ان الاعداد الكبيرة دي تمر كده مرور الكرام لذلك بنشوف بعض اخواننا السودانيين بيشتكوا من الاجراءات دي رغم ان ده اجراء طبيعي جدا في ظل الظروف اللي احنا فيها دي ومع ذلك وبمجرد انتهاء الاجراءات بيتم التعامل معاهم احسن معاملة المحور التاني وده بيتعلق بقى بمصر وبنهر النيل وفكرة بقى الحق الدولة بتفرط في النيل ومش قادرة تروح تدغدغ سد النهضة على دماغ اصحابه وتولع فيهم وتقلبها حرب عالمية الحق ده السيسي بيبيع الميا وهكذا طبعا السودان لما ظهرت فيها حالات الكوليرا طلعت بقى التحليلات المستقبلية الاستشرافية بتاعة خبراء السوشيال ميديا خاصة اراطيس ومعتيه جماعة الاخوان علشان يحللوا الوضع ويحللوا مياه النيل بنفسهم ويقولك ان الحكومة المصرية بتقتل الشعب وان نهر النيل دلوقتي اصبح ملوث واللي يشرب من نيلها مش هيعرف يغني لها ولا هيلحق حتى يروح المستشفى من الاصل لان مياه النيل فيها سم منقاتل وبدأ بقى الزباب والهموش الالكتروني ينشر نداءات الى المواطن محمد ابراهيم القاتن في دير الملاك او النحاس ويحذروا من شرب مياه النيل لان الدواء اصد الماء فيه سم منقاتل زي فيلم اعماد حمد كده لو حضراتكم فاكرينه استغلت الكتاب الالكترونية للاخوان وجود حالات اصابة بنزلات معوية في قرية بوريش بمحافظة اسوان وكبروا حكاية جدا على اعتبار انها وباء عام في البلاد وفي الاخر وزارة الصحة طبعا ما سكتتش عن الحكاية دي بعتت الفرق البحثية بتاعتها علشان تشوف ايه الحكاية واللي اشتغلت طبعا على ثلاث محاور علشان ترصد اسباب الاصابات بالنزلات المعوية في قرية واحدة وتشوف هل الوضع طبيعي ولا لا واعلنت النتائج الحقيقية وقالت ان بالفعل فيه زيادة ملحوظة في حالات الابلاغ عن النزلات المعوية في القرية لكن تحليل مياه الشرب طلع سليم مفيش اي حاجة في 103 محطة مية وكذلك المية في البيوت مفيش فيها برضو اي مشكلة حتى محافظ الاصوان نفسه طلع في بث مباشر وهو بيشرب المية من الحنفية عند احد الاهالي في بيته ويتبقى احتمال ثالث وهو ده مربط الفرص تحليل الاطعمة واللي تبين ان بعض هذه الاطعمة ملوث وهو سبب زيادة حالات النزلات المعوية يعني الموضوع لا فيه كوليرا ولا السودانيين وصلوا مصر محملين بالوباء ولا فيه تأصير من الحكومة ولا اي حاجة وبعدين انا عايزك تعرف ان فيه قاعدة شرعية بتقول اذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث يعني مهما حصل صعب جدا ان مياه النيل تتلوث كلها اللي لم يكن من المستحيلات وطبعا القاعدة الشرعية دي الاخوة نجية ممكن يهجموها دلوقتي بل ويبطلوها كمان مش على مزاجه عموما ما تقلقوش على بلدكم الوضع في مصر طيب جدا 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 بفضل الله ما فيش اي حاجة في اسوان ما فيش اي حاجة والله العظيم في مياه النيل انا حالا لسه شارب من مياه النيل وانا شربت من نيلها علشان علشان اعرف اغنيلها ربنا يحفظ مصر من كيد هؤلاء الكائدين وينصرنا عليهم يا رب العالمين ويوفق الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل خير ويحفظ بلدنا العربية والاسلامية كلها من كل شر ويوفق أولاد أمورنا لما فيه الخير ولما فيه مصالح البلاد والعباد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة